القطعة السادسة من كتابنا كتاب الغاية صفحة 234 يقول طلاب العلم من يكن راغبا في السعادة فيطلبها في العلم طلاب وبعدين العلم جاي لفصلة طلاب منادى مضاف منصوب علامة نظم الفتحة راغبا يكن هو راغبا راغبا خبر يكن منصوب وعلامة نظم الفتحة فالإنسان المثقف أسعد الناس بعلمه لأن العلم يجعله ملما بالحياة من حوله ويستطيع التغلب على مشاكل كثيرة عايزك تكون مركز كده ومصحصح لو أنت عندك صيغة منتهى الجموع وجاي بعدها نعت فهنا طبعا مش بدي لك كده اسم مجرور اعتباطا يعني طبعا هنا الغرض منها أنت هتقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع وعايزك تركز فيها وتصحصح فيها لأنه طبعا جاي بعدها نعت وبذلك يحقق لنفسه وأولاده مستقبلا تملأه السعادة فحبذ تحصيل العن بعد حبذ على طول يبقى تحصيل مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفعه الضم فهو سبيل السعادة بلا جدال با استخرج من الفقرة اسم مفعول واذكر فعله مضبوطا بالشكل يعني أنا حنخلي الفعل مبني للمجهول اسم المثقف الفعل بتاعه ثقفا ممكن تجيبه ثلاثة ثقف يثقف مثقف با الفعل بتاعه ثقفا اسم فاعل من غيره ثلاثي واذكر فعله طبعا عندي اسم فاعل ملم ملم الفعل بتاعه ألم ألم يلم ملم اسم تفضيل واذكر وزنه عندي اسعد الوزن بتاعه أفعل الفعل بتاعه سعدة ثمان واذكر فعله طبعا عندي مستقبلا الفعل بتاعه استقبلا رقم جيم الله يمنح الصابرين سوابا عظيما سغصغت المبالغة بدلا من الفعل في الجملة السابقة الله مناح مناح الصابرين سوابا عظيما طبعا منح يمنح مناح طالب اليقظ في الحصة يستفيد من شرح معلمه ضع بدلا من الفعل يستفيد اسم فاعل طبعا هنا يستفيد المغضي بتاعه استفادة فاقول الطالب اليقظ في الحصة هنا مجا يصاغ اسم التفضيل من الفعل الغير الثلاسي بطريقة المصدر الصريح نحن نأتي باسم تفضيل مناسب على وزن أفعل ثم المصدر يعني المفعول المطلق بتاع الكلمة يعني ما تقولش يعني ايه مصدر يبقى استفادة استفادة يبقى أكثر استفادة من شرح المعلم أو شرح معلمه جعل ساهات منه اسم زمان في جملة هنقول كده هوا المساء مجلس الأسرة للعشاء ما نوع المشتق مكرم فيما يأتي أنا مكرم الضيوف طبعا ما نفعش أنا يكرم فأنا مكرم أنا أكرم الضيوف يبقى اسم فاعد أنا مكرم عندكم أنا أكرم أو أكرم عندكم يبقى اسم مفعول مكرم الضيوف في رمضان طبعا هنا رمضان حاجة بتدل على زمان يبقى اسم زمان مكرم الضيوف في منزلنا اسم مكان زي نكشفه في المعجم عن الصيانة في صوانا يصون يبقى بناخد صوانا صوانا يصون صوانا نحزب حرف المضرعة يتفضل عندي الصاد والواو والنون القطعة السابعة صفحة 235 الشعب الأكثر وعشقة للوطن شعب مصر طبعا أي نكرة منصوبة بعد أفعل التفضيل يبقى على طول تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصب الفتحة مالو شعب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة إنه شعب مشهود له بهذا الحب الحب بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة مرتبط بالموطن الذي نشأ فيه لذا تراه هجاما على من يعتدي يعتدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة والفعل ضمير مستطر التقدير هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لا محل لها من الأعراب صلة موصول طارحا له بمدفعه استخرج من الفقر السابقة اسم فعول وضف فعل مضبوطا شمال الحروفة كلها أد الفعل بتاعه شو هيدا اسم فاعل فعله غير سلاسي أحدد فعله مرتبط الفعل بتاعه ارتبط صغة مبالغة وزنها هجاما وزنها فعالا اسم مكان الموطن تفضيل الأكثر اسم آلة مدفع جيم باين نوع المشتق بين القوسين فيما يلي المؤمن عامر قلبه بالخير لا يخرب مجتمعه طبعا عامر اسم فاعل الفعل بتاعه عمر مجتمعه اسم مكان الفعل بتاعه اجتمع الملتقى الرؤساء المرتقب ملتقى اسم زمان المرتقب اسم مفعول رقمدال المصري يرهب أعداءه يزود عن وطنه كل سوء صغ من الفعل الأول اسم فاعل ومن الفعل الثاني صغة مبالغة مع كتابة الجملة مرة ثانية يبقى المصري طبعا يرهب الفعل بتاعها أرهب فعل غير سلاسي نأتب المضارع يقلب حرف المضارع من مضمومة ويكسر من قبل الآخر يبقى مرهب أعداءه زواد زواد عن وطنه كل سوء قطعة الثامنة صفحة 236 من الخير للإنسان الابتسام للحياة يبقى الابتسام للحياة من الخير للإنسان يبقى الابتسام مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفع الضمة أن الابتسام مقياس لنشاط العقل هو الذي يكشف عن جمال الدنيا وما لها من جوانب مضيئة جوانب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه طبعا ممنوع من الصرف في صيغة منتهى الجموع تستهوي المرء وتجعله معطاء وتؤكد التجربة ماذا تؤكد من التي تؤكد التجربة فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة أن هؤلاء أقوى الناس صحة يبقى أقوى الناس صحة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتحة استخرج من الفقرة السابقة اسم فاعل الفيئة الفعل طبعا بتاحها أعضاء أعضاء يضيق مضيق عندي اسم فعول متاحة اسم فعول المتاحة صيغة مبالغة معطاء اسم آلة مقياس ابتسم المتفائل للحياة عبر عن مضمون الجملة باسلوب تفضيل طبعا ابتسم ده فعل غير سلاسي يبقى أنا هنقول كده المتفائل للحياة أكثر الناس ابتساما ملتقى اجعلها اسم زمان ثم مكان في جملتين أقول الجامعة ملتقى ملتقى الثقافة والعلم للطلاب الصباح ملتقى الطلاب صفحة 236 من كتابنا كتاب الغاية الكادحون في كل مجتمع بعد كل مضاف إليه مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة هم الجنود المجهولون وهم الطاقة أي اسم بعد الضمائر الـ 12 يبقى على طول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم حتى لو كان فيه ألف لام الخلاقة التي تسم فرقي الوطن وتقدمه فهم يتفانون في أعمالهم يتفانون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه سبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة بغية تحقيق النذر اليسير من العيش وكلما كان الواحد منهم ذا كان الواحد ذا ذا وخبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة استخرج من الفقرة السابقة اسم فعول واذكر فعله مضبوطا بالشكل عن المجهولون الفعل بتاعه جوهيل اسم مكان مجتمع اسم تفضيل واذكر وزنه عندي أكثر وزنه أفعل اسم فعل فعل ثلاثي الكادحون صغة مبلغة وزنها الخلاقة فعل الوزن بتاعها الفعالة جيم صفحة 237 أجب بالمطلوب أمام كل جملة يلتق الأصدقاء في النادي استبدل بالفعل اسم مكان يبقى النادي ملتقى الأصدقاء من أدوات الفلاح المحراث والفأس عين اسم الآلة السماعي طبعا محراث اسم آلة قياسي على وزن مفعال السماعي الجامد الفأس سماعي جامد الطلاب نقاط للمعرفة من غيرهم أكمل الفراغ باسم التفضيل من الفعل احتاجة طبعا فعل غير ثلاث نجيب مصدر نجيب اسم تبنيل من فعل مستوفر الشروط زائد المصدر الفعل يعني المفعول المطلق يبقى أكثر احتياجا رقم دال في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة ميراث طبعا ميراث ورسا العاشرة قدمت مصر للعالم صورة راقية من الحضارات عندما قام المصريون ببناء الأهرامات والمعابد في عصور النهضة قدمت مصر صورة ماذا قدمت مصر صورة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة قام قام المصريون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ومصر ولادة العلماء حيث أن لها صفحات مدونة في أنصع كتب التاريخ البشري وعلينا أن نقضي على كل فكر يغير صورة مصر طبعا أن صفحات صفحات اسم أن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤمنة سالم نقضي فعل مدارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفعل المدارع المعتل الآخر بالواو أو باليا في حالة النصب الفتحة بتاعته ظهرة الألف اللينة الفتحة بتاعته مقدرة رقم باء استخرج من الفقرة السابقة اسم فاعل من فعل ثلاثي وذنه طبعا هنقول العلماء الوزن بتاعتها الفعلاء طبعا هي مفردها العالم فعله علمة اسم مفعول وقته فعله الماضي مضبوطا بالشكل عندي مدونة مدونة الفعل بتاعتها دونا دونا اسم تفضيل وزنه أنصع على وزن أفعل صغة مبالغة وزنها ولادة وزنها وزنها فعالة اكتشف هات منه اسم زمان واسم كان فيه جملتين طبعا اكتشف يكتشف مكتشف القرن الماضي مكتشف الأمريكتين الأمريكتين مكتشف كريستوفر كولومبوس صغم من الفعل نظرة اسم آله وضعه في جملة نظرة يستخدم الطبيب المنظار للتشخيص يستخدم القارئ النظارة في القراءة لبنا كده عندي الفعل نظرة يمكن أن نأتي منه اسم آله على وزن مفعال أو اسم آله على وزن فعاله وطبعا فعاله وزن قياسي حديث ومنظار للمفعال اسم آله قياسي قديم